نجح مجموعة من الأطباء السوريين في افتتاح مركز للعيادات الطبية في مدينة غازي عنتاب التركية بعد تعديل شهاداتهم الدراسية وإجراء الامتحانات والتريبات المطلوبة مراسلنا والعدل كان هناك وعدب المادة التالية بدأ الأطباء السوريون في تركيا بترخيص مراكزهم الطبية بعد تعديل شهاداتهم الدراسية وإجراء الامتحانات والتدريبات المطلوبة يعتبر هذا المركز في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا واحدا من أوائل المراكز الطبية السورية المرخصة يديره ويعمل فيه كادر طبي سوري تخلصت الطب في سنة 2004 واختصاص تغذية سنة 2011 جئنا على تركيا وفكرنا بفكرة التعديل أن يسمحوا في 2017 للأطباء بتعديل شهاداتهم وكانت فكرة التعديل صعوبة هي تجاوز موضوع اللغة والامتحان باللغة التركية والحمد لله انتكسرت الأمور ودخلنا للمراحل التعديل ونجحنا بفضل الله ولكن أصعب مرحلة كانت موضوع الدخول في الاستاجات والوقت الطويل حتى استلمنا شهادة التعديل وباشرنا تقريبا أقل من شهر وعلى خطة إن شاء الله بإذن الله نقدم صورة جيدة كمركز طبي سوري يستقبل المركز بعياداته المختلفة عشرات المرضى والمراجعين السوريين يوميا ويتصل نظام المركز بالنظام الصحي التركي ليجد المريضة الوصفة الطبية أو الإحالة عبر البرامج والتطبيقات المخصصة من وزارة الصحة التركية ليكون في مأمن من بائعي الأدوية غير المرخصين وما شابه حتى المريض السوريين ما بيجي لعنا بفهم طبيعة مرضه وطبيعة علاجه أكثر لأنه عبر روع المشفى أحيانا نجيب لنا كيس أدوه ما فهمان شون يأخذه ما فهمان إش هو مرضه بالذات بيلفه بدوره ما بيعرف إش هو المرض بس بده يعرف إش المرض ويعرف العلاج وشون يأخذه بشكل نظامي هذا بحث ذاته يعتبر شيء كثير مفيد عننا لأنه نوضح اسم المرض الطبي بشكل عربي مشانيفها مو أكثر والعلاج الشون يأخذه بطريقة أحسن أنا أشتغل نسائية حالياً وفيه داخلية وفيه أطفال ومستقبلاً نستقطع نحاول نستقطع بأطباء أزنية جراحة عامة داخلية عامة يعني قلبية حتى نحاول نجيب أجهزة قلبية هو إنجاز للطبيب السوري يقول بعضهم ويعتقد آخرون أنها خدمة للمواطن السوري الذي يفتقد لمثل هذه المراكز والله صراحة أنا أول مرة بيجي على المركز هذا وأكيد المراكز السورية يعني كلها ياتها كويسة وجيدة ونتمنى أنه يصيروا أكثر من هيك لأنه كتير بالنسبة إنا سوريين أولاً حاجز اللغة يعني مشان شغلة اللغة وما لغة كتير عم تساعدنا على الشغلة وتانياً دور وما دور وهيك شغلات يعني الدكتور السوري تفهم عليه بيفهم عليك مرحل عند الدكتور التركي يعني بيحكي معك بالتركي اللي ما بيعرف تركي ما بيفهم عليه تحل مثل هذه المراكز التي تتقاضى أجوراً متوسطة مشكلة للمرضى السوريين في ظل البحث عن طرق للاستقرار وإيجاد الحلول وتذليل صعوبات الحياة اليومية يجتهد الأطباء السوريون في تركيا لتذليل العقبات أمام عملهم بشكل قانوني والقدرة على خدمة المرضى ما استطاعوا إلى ذلك والعادل تلفزيون سوريا مدينة غازي عنتاب جنوبية تركيا تنضم إلينا الآن الدكتورة ريم الدريس وهي طبيبة في هذا المركز ومتخصصة في النسائية تحية لك دكتورة ريم بداية ألف مبروك افتتاح المركز الله يبارك فيه يكونوا بال الجميع إن شاء الله كل الأطباء السوريين كمان يقدروا يعدلوا ويشتغلوا بشكل نظامي في تركيا هل هو أول مركز طبي مرخص بشكل كامل في تركيا نستطيع القول هكذا في مركز يعني مرخص قبلنا من أربعة شهور بس صغير يعني نسبيا نحن أول مركز يعني بهالحج مرخص طيب يعني قبل الدخول بيعني تفاصيل هذا المركز وماذا يفعل والخدمات التي يقدمها يعني نعلم جميعا تعقيد عملية معادلة الشهادات للسوريين ويعني بالشكل العام ويعني لما بيكون بالطب تكون القضية أصعب بكثير هل جميع العاملين اليوم في المركز هم من الأطباء الذين تمت معادلة شهاداتهم؟ طبعا يعني العاملين معظمهم من الأطباء تمت معادلة شهاداتهم بس في منهم عندهم خدمة ريج حتى نحن في ناس أنه متخرج بعد 2006 عليه خدمة عند الدولة سنة أو سنتين حسب المركز بخدمة في لحظة يقدر يشتغل شغل خاصة هذا قانون بنشي على الجميع التراك والسوريين بس نحن بما أنهم متخرجين يعني كسن قبل 2006 ما عندنا هالخدمة هاي بشكل عام تقريبا معظم الأطباء عدلوا يعني بشكل عام بس عندهم خدمة الزامية عند الدولة فبيتجوا أحيانا بعد الدولة يعني بيشوفوا مريض مريضين مش يعني يساعدوا بس معظم الدكاترة هون يعني ما عليهم خذناهم خلصين التعديل طيب يعني دائما ما نسمع يعني عن صعوبات تعديل الشهادات يعني وتحديدا الطب يعني ما أسباب صعوبة ذلك لماذا يعني دائما هي عملية مهمة مستحيلة يعني كما يقول هون يعني هناك البعض من يقول بأنها مهمة مستحيلة لماذا؟ لأن الفحص يتضمن لست سنوات فحص التعديل يتضمن مواد أربع سنوات الأخيرات نعم يبدو أننا يعني نفقد نفقد الاتصال بريم ما زالت معنا دكتور عريم مواد أربع سنوات كاملة واستهج لمدة طويلة وبعدين في بعض الأطباء عندهم خدمة إلزامية عند الدولة التركية وذا يكون عندك جنسية تقدر تفتح طيب يعني دكتورة يعني ما هي صعوبات اليوم استخراج ترخيص لمثل هذا المركز كيف تتعاملون مع هذا الموضوع مع السيغورتا التأمين ويعني الإحالة للمشافي التركية كيف تتلقى المشافي التركية الإحالات من عندكم هل تسمعينني دكتور عريم؟ عم تسمعيني دكتورة؟ وله صعوبات بس كل شيء بده يعني عمل وتعامل نعم طيب دكتورة نعم نعم تفضلي نسمع للمكان ولهم مواصفات فيه لهم مواصفات للسيكورتا نعم للنفايات الطبية نعم للإطفائية نعم للكل شيء يعني نحن حاولنا ننفس قدر الإمكان ومواصفات جعلنا ندرنا خط الخيس بأسرع وقت ممكن هل كانت هناك صعوبات بهذا الخصوص؟ يعني واجهتم عراقيل لموضوع الترخيص لهذا المركز؟ والله الصعوبات دائما موجودة بس يعني مع العمل والتعب ممكن تتجاوزها ما أنه غير ممكن تتجاوزها ممكن تتجاوزها بس بدها تعب طيب يعني لو ذهبنا إلى صلب عمل المركز يعني اليوم شهدنا في التقرير الذي أجره الزميل وائل يعني بعض السوريين الذين كانوا متواجدين في هذا المكان هل يأتيكم مرضى أتراك إلى هذا المركز؟ أم هناك حالة من حالات التخوف ربما؟ لا لا بيأتي أتراك ومنستقبلهم وطلعوا سعيدين بس أنه كعدد مهم مثل السوريين عدد الأتراك نعم يعني هناك يعني المرضى السوريون يعني يتفوقون عددا طبعا بسبب طبيعة حاجز اللغة يعني كما يعني نعرف تابعنا في التقرير نعم يعني يبدو هناك مشكلة بالصوت ربما لدى دكتورة ريب ما بعض الآن تسمعيني دكتورة ريب يعني تابعنا في التقرير تحدثني في التقرير عن الاختصاصات الموجودة في هذا المركز كالنسائية والداخلية والأطفال ما هي الاختصاصات التي يعني من المرجح أن تضاف إلى المركز في المستقبل؟ يبدو هناك يبدو هناك وقت حتى يصل السؤال إلى دكتورة ريب أو هي لا تسمع السؤال أصلا؟ أسمع تفضلي ما هي الاختصاصات التي نحاول أن يعني أن تضاف إلى المركز في المستقبل؟ والله منها نحاول نجيب إيكو دوبلار مشان نقدر نجيب القلبية بس هدها بلزم أجهزة ومعدات يبدو الآن أننا فقدنا الاتصال يعني مع دكتورة ريب رح نحاول نرجع نتصل فيها مرة تانية يبدو أنه عاد الاتصال إذا هم تسمعيني دكتورة ريب؟ أسمعك أسمعك تفضلي يعني وهو يحتاج معدات إن شاء الله نحاول نجيبها ونأمنها إن شاء نقدر نجيب الأطباء الثانين كاختصالة بالمعقدة كدوبلار وقلبية وصطح إلى السدي مثلا بدو أجهزة تانية إن شاء الله منأمنها ومنقدر نزغطها بالقلبية ونجراحة السدي طيب دكتورة يعني هلأ أكيد في حد دكتور سوري عم يسمعنا ومعه شهادة طب من سوريا ولكن ما معادل شهادته هل يستطيع العمل معكم في المركز أم يشترط أن تكون هذه الشهادة معادلة لا ممكن طبعا العمل معنا بس تحت إشرافنا يعني يعني ممكن نعتبرها يعني فترة تدريبية مثلا يبدو أننا فعلا الآن فقدنا الاتصال مع الدكتورة ريم يعني هناك يبدو مشكلة في الاتصال أو في الانترنت طبعا يعني نبارك لكل سوري يعني يقوم بأي خطوة تجاه تحسين وضع السوريين في المغترم أو في المهجر وأيضا يعني تذليل العقبات وخاصة عائق اللغة وحاجز اللغة يعني اليوم في تركيا اليوم السوريون يعني بعد عشر سنوات هناك الكثير من السوريين لم يتعلموا اللغة التركية إلى الآن وهذا موضوع فعلا يشكل حاجز لدى السوري عندما أو عند الذهاب إلى المشافئة التركية والتعامل مع الأطباء الأتراك هناك دائما حاجز اللغة يبدو أن الدكتورة ريم عادت معنا دكتورة يعني قبل أن يدهمنا الوقت سريعا إذا حاب تحكي شيء ويعني ما بارفنا الأسئلة اللي سألتها يمكن كلها لم نتصلنا إجابات كافية بسبب سوء الاتصال والله أنا أتمنى أنه كل الأطباء السوريين يعدلوا يقدروا يفتحوا يادات ويشتغلوا بشكل نظامي لأنه هذا إجباري بعد عشر سنين عادناهم بتوقيع الغربة وضروري يتعلموا نندمج يعني الاتراك السوريين مع بعض أنا أتمنى أن يصير تعامل بين بعضنا أريحي أكثر من أي طيب دكتورة يعني اليوم تحدثي عن الربط بالسيستم في التقرير هل يقصد بذلك يعني أنه بينزل الدواء على تطبيقات مثل أليئي نبز مثلا التابع لوزارة الصحة التركية طبعا الأدوية اللي نكتبها حتى لو ما نحن نزلناها الصيدة لي إجباري بالنزل يعني أقصد بأن المركز هو مربوط بشكل كامل على سيستم أو نظام وزارة الصحة التركية بشكل مثل أي مشفى أو آخر بس ننتظر أنه يرتبط يرتبط إن شاء الله يعني إحنا قدمنا على الإي نبز والله عم نستنى بس تيجي الشيفر طيب هل يجذيكم أطباء أتراك ويعني كيف ما هي طبيعة عملهم بالتحديد يعني ما العمليات التي يقومون بها أطباء أتراك في المركز ما في حاليا بس فيه بالمشافي نتعامل أحيانا مع أطباء أتراك في المشافي أطباء نسائية وجراحة عامة ممكن نتعامل معهم ونساعد بعضنا أحيانا في العمليات هناك يعني هناك تعاون من هذا النوع أي طبعا بين الجراحة والنسائية فيه تعاون كبير يعني هننا حتى بدخلوا معنا وبساعدونا ومنساعدونا وبنبسطوا أنه عمشوفوا النوع جديد بالجراحة يعني هننا شوي مختلفة عنا نعم طيب يعني حكينا شوي عن السوريين اللي عم يجوا على المركز هل أنتم كمركز اليوم يعني هناك توجه بموضوع الأسعار مثلا يعني ربما يكون هناك أسعار غالية في بعض المشافي يعني يأتي المركز مركزكم يمكن يذلل هذه الخطوات هل يعني حسبتم حساب لهذا الموضوع بالنسبة لي السوريين الذين يعتون إليكم أسعار المعاينات في المشافي الخاصة التركية حاليا غالية جدا يعني قليل على السوريين الذين يعملوا 400 أو 500 نحن بالنسبة لنا بين 80% معينة فهذا يعتبر أقل من نصف معينة الدكتور التركي تمام طيب إذا حكينا اليوم عن مشروع يعني لاستقطاب الأطباء في سواء في غازعينتاب أو في ولايات أخرى اليوم يعني هل هناك مشروع لديكم لاستقطاب أطباء أتراك مثلا للعمل داخل هذا المركز والله الأطباء الأتراك أسعار غالية كثير على السوريين صحيح نستقطبون ونأمن أنه يقدروا يدفعوا مثلا 400 أو 500 معينة للطبيب التركي فحاليا بس السوريين عم يشتغلوا بس كعمليات وعم نتعاون مع بعضنا طبعا الشيء نحن ما نشتغلوا أنا بحوله على طبيب تركي يشتغلوا هل وجهتم أي صعوبات في هذا الخصوص عندما يعني تقومون بإحالة بعض المرضى إلى مشافي تركية يعني هل وجهتم بعض مثلا المشفى يرفض مثلا هذه الإحالي هل وجهتم مثل هذه المشاكل والله لا حاليا المشافي الخاصة نتعامل معها بشكل كامل يعني حتى بطلب التحاليل والأشعة والصور نتعامل مع نظامهم عم يقدروا طلبنا ويعملوا مفاشرة ما في أي مشكلة حاليا بها الموضوع كل الشكر لك دكتورة ري مدريس الطبيبة المتخصصة في المركز العيادات في غازي عنتاب المركز الجديد كنت معي من غازي عنتاب التركيا شكرا لك